اليوم سوف أتكلم عن أحد أكثر الأعمال شهرة وجذابة للسياحة في العالم فسأتحدث عن الكولسيوم وعن تاريخه وجمالياته ووظائفه والأحداث التي كانت تحدث فيه الحاكم نيرو الذي لم يكن مشهور بين شعبه والذي كان طاغ عليهم انتحر في عام 68 الأمر الذي أدى إلى حرب أهلية ومن ثم أخذ الحكم الامبراطور الفلافي فاسبيسيان الذي كان يعمل على تعويض أعمال نيرو السيئة فبنى المسرح الروماني وهو الكولسيوم على بحيرة نيرو الاصطناعية وهكذا أرجع فاسبيسيان الأرض التي سلبها نيرو لنفسه للناس وهذا المسرح كان يسمى بالأصل المسرح الفلافي وليس الكولسيوم نسبة إلى سلالة فاسبيسيان فبدأ ببناء هذا المدرج في سنة 72 ميلادي لكن لم يعيش ليراه فابنه تيتوس الذي حكم بعده افتتح المدرج سنة 80 ميلادي وقدموه هدية لأبيه كان الهدف من بناء المسرح هو توفير المتعة للشعب وأعضاء مجلس الشيوخ فكنا نرى أنواع مختلفة من المصارعات ليجتمع الناس والحكام لمشاهدتها فمثلا في الصباح كانت الناس تشاهد مصارعات بين الحيوانات المتوحشة والعبيد البشر وفي أوقات الظهر كانوا يشاهدون إعدام المساجين وفي المغرب كانوا يشاهدون مصارعات بين المصارعين البشر والتي هي كانت أكثر مصارع مشهورة ومسلية وأيضا بعض الكتاب وصفوا احتمالية وجود مصارعات بحرية في منتصف الحلبة بين السفن حيث كان هناك احتمالية إدخال المياه إلى الحلبة لوجود قنوات مياه كثيرة داخل المسرح فالشعب كان يأتي بأوفاد كبيرة جدا للاستمتاع بمشاهدات جميع أنواع المذابح وخصائص بناء هذا المدرج وبنيته التحتية ساهمت في تقوية هذه المصارعات للعبيد والتي جعلتها أكثر متعة للمشاهدين فالبنية التحتية مثلا احتوت على أنفاق وغرف انتظار للعبيد وأقفص الحيوانات المفترسة وأجهزة تعمل على رفع انزال المسرح والحيوانات من خلال بما يعرف بالباب المسحور فكانوا يطلقون الحيوانات فجأة في منتصف الصراعات مما كانوا يصعب المصارع على العبد ويحمس المشاهد أكثر وأيضا لإعطاء الراحة للمشاهدين ووجد هناك مظلة فوق المقاعد مثبتة من الأعمدة الملسقة على وجه الكولسيوم التي كانت تحمي الناس من أشعة الشمس أو من المطر غير ذلك تصميم المسرح الداخلي كان مميز وذكي من ناحية توظيفه العملي وجمالياته فبني المدرج على شكل بيضاوي وهو مستوحى من شكل المسرح الإغريقي لكنه كان كشكل مسرحين إغريقيين مدموجين مع بعضهم البعض والذي نتج بالشكل البيضاوي والرومان هم أول من طوروا تقنية استخدام الإسمنت هناك نظام معقد من الممرات المشكلة من العقود البرميلية تحمل المساحة البيضوية التي تحتوي على المقاعد ففي الوسط نرى الحلبة المصنوعة من الخشب المغطى بالرمل لتسهيل عمليات تنظيف الحلبة من دماء المصارعين والحيوانات حول الحلبة توجد المقاعد مدرجة إلى الأعلى حيث يجلس الجمهور حسب مكانتهم الاجتماعية أما واجهة المبنى التي كانت مكونة من أربع طوابق شكلتها أقواس مزينة بعواميد إغريقية في الطبقات السفلة الثلاث تتبع تسلسل الروماني المعهود ففي الأسفل العمود التوسكاني حيث أنه يستحمل الحمل الأكبر ثم فوقه الأيوني ومن ثم بالأعلى الكورنثي وبالطابق الرابع هناك أيدان أعمدة كورنثية متصلة وبينها دعائم تحمل المثلث كما أن توظيف التصميم العملي كان ذكي فكان لدى المبنى ثمانين مدخل ست وسبعون منها للمواطن العاديين فكما تنظم الملاعب الرياضية اليوم كان هناك على كل مدخل رقم مطابق لتذكرة الشخص ليدخل منه فاستطاع المسرح أن يحتوي على خمسين ألف إلى ثمانين ألف مشاهد هذا المبنى العظيم الذي وصل ارتفاعه إلى تسع وأربعون متر وعرضه إلى مائة وست وخمسون متر كان رمزا إلى قوة روما وعظمتها في الهندسة والبناء ولثروتها الغنية ولكنه بعد أربعة قرون من استخدامه وبعد انهيار روما تم إهماله بالكامل فأصبحت الناس تستخدمه كمحجر فكانت تأخذ منه الحجارة لبناء